لبيك اللهم لبيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الحجاج إذا أحرموا من المقات فإنهم يتوجهون إلى بيت الله الحرام وقد ملأوا الفضاء بالتلبية والذكر هنا لابد لهم من استشعار عظمة المكان لابد لهم من تعظيم حرمات الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فالتعظيم للرحاب الطاهرة مطلوب من الحجيج سيما وأنها مليئة بالذكريات العطرة من لدن إبراهيم عليه السلام إلى عهد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فحري بالحاج أن يجول بخاطره في أعطاف الذكريات العطرة هناك في مكة وما حولها إنها أرض محفوفة بالبركة والخير والعطاء أرض مشى عليها الأنبياء والصحابة الأخيار بلدة عظمى وفي آثارها أنفع الذكرى لقوم يعقلون شب في بطحائها خير الورى وشب في أفقها أسمح دين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف في تلك المشاعر ويقول قيفوا عند مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم وعندما مر صلى الله عليه وآله وسلم على وادي الأزرق قال أي وادي هذا؟ قالوا وادي الأزرق فقال صلى الله عليه وآله وسلم كأنما أنظر إلى موسى ينعت من طوله وشعره ولونه يقول صلى الله عليه وآله وسلم عن موسى واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم عندما وصلوا إلى ثنية هرش قال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرش فقال صلى الله عليه وآله وسلم كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام ناقة خلبه عليه جبه له من صوف يهل نهارا من هذه الثنية ملبيا بل إنه ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا إن مكة أيها لحبه بلد حرام قال صلى الله عليه وآله وسلم في شأنها لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو أن يعضد فيها شجرة وقال أيضا إن مكة حرمها الله ولم يحرمها النس لذلك كله أيها لحبه لا يصلح فيها البغي والعدوان لا يصلح فيها الفسق والفجور إنها أم القرى ومن حقها التعظيم لابد من الورعي والمراقبة هناك انظروا إلى ابن عمر فقد كان له فسطاطان أحدهما في طرف الحرم والآخر في طرف الحل فإذا أراد أن يعاقب أهله أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس في الحرم يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم رضي الله عنه وعن أبيه إنه يتحرز من معاتبة أهله في حدود الحرم فما بالكم بالربى والمسكر والمفتر والمخدر أو من يسعى لترويع الآمنين في مواسم الحج قال عز وجل في محكم تنزيله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم أيها الإخوة والأخوات هناك في مكة بيت لله عز وجل بناه الخليل هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة بيت آمن مبارك وإذ جعلنا البيت ماثابة للناس وأمنى وهناك الطواف والحجر وهناك الركن والمقام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة في ما سوى الطواف بالبيت صلاة ولكن الله عز وجل أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير وقال صلى الله عليه وآله وسلم في فضل الحجر والركن إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطاء وقال صلوات ربي وسلامه عليه إن الركن والمقام يقوتتان من يقوت الجنة طمس الله نرهما ولو لم يطمس الله نرهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو لما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذعاهة إلا شفي وما على الأرض شيء من الجنة غيره ومع ذلك كله لابد أن نعلم أن استلام الحجر هو من كمال التوحيد والطاعة كما بيّن ذلك الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عندما قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك انتهى كلامه رضي الله عنه وأرضاه نعم أيها الأحبة إنها مناسك والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول خذوا عني مناسككم اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء